59 تابوتاً خشبياً ترجع إلى 2600 عام أحدث كشف أثري تم الإعلان عنه في منطقة سقارة بداخل التوابيت عثر على مميوات لكهنة وكبار موظف الأسرة السادسة والعشرين المميوات كانت في حالة جيدة حيث أن التوابيت لم تفتح منذ أن وضعت في أبار الدفن بالمقبرة الحمد لله أن جميع التوابيت التي تم الكشف عنها كلها كانت مقفولة أفل جيد والحمد لله ده اللي خل المميوات في حالة رائعة جداً التوابيت دي لو كانت تتعرضت لو كانت تتعرضت للصوص المقابر أو للسرق أو الكلام ده كله كانت واحدة تضمرت اثنين كانت المميوات تتعرضت للهوى فكان حصل نوع من أنواع ما يسمى تفاعل كيميائي مع الهوى الخارجي فكانت تتلفت أو تضمرت لغاية دلوقتي 59 تابوت خرجوا براء الثلاثة أبار والكشف لم ينتهي بعد لسه في مجموعة أخر فيلم جالي أول مبارح لأربع بالليل في عدد كبير جداً من التوابيت لسه موجودين تحت فطبعاً هو كشف كبير مجموعة من التوابيت كلها من العصر المتأخر لمجموعة من الكهنة وكبار الموظفين اللي كانوا موجودين في منف بدأ العمل في هذا الكشف منذ أغسطس الماضي حيث تم العثور داخل أبار عمقها عشرة أمطار على مجموعة كبيرة من التوابيت الخشبية مزينة بنقوش ورسومات ملونة كما تم العثور على مجموعة من التماثيل والتمائم وأهمها تمثال برونزي لنيفرتم المقدس عند قدماء المصريين سقارة ما زالت مكان للمقابر الجماعية في الأسرة 26-500 قبل الميلاد المقابر كلها عبارة عن أبيار عبارة عن مستويات داخلها مئات التوابيت منطقة سقارة تعتبر من أغنى المناطق الأثرية في مصر ويعتقد العلماء أن حوالي 70% من آثارها ما زالت تحت الرمال هذا الكشف لم ينتهي بعد فمنذ يومين عثر على مجموعة كبيرة من التوابيت لم يتم حصرها حتى الآن هذه التوابيت ستخضع لعملية ترميم لعرضها في المتحف الكبير عند افتتاحه سمر بشات العربية القاهرة